في غضون ذلك حثى مجلس الأمن الدولي الأطراف اليمنية على تكثيف المفاوضات برعاية أممية للاتفاق على هدنة موسعة ومخاوف من مخاطر استمرار تمديد الهدنة في ظل عدم الالتزام بها من قبل ميليشيا الحوثي بتنفيذ بنودها دعوات ومطالبات أممية ودولية لهدنة لا شروط تعرقل تنفيذها هدنة موسعة يمكن ترجمتها إلى وقف دائم لإطلاق النار وعدم استغلال بنودها مجلس الأمن الدولي في بيان صادر في أعقاب جلسة مغلقة طالب جميع الأطراف إلى تكثيف المفاوضات على وجه السرعة والتحلي بالمرونة للاتفاق على تمديد الهدنة وتوسعتها وجدد مطالبته للحوثيين بالعودة إلى المفاوضات وفتح طرق تعز فورا وأدان جميع الهجمات التي تهدد عرقلة الهدنة بما في ذلك هجمات الحوثيين الأخيرة على تعز حصار وانتهاكات لا تراعي احترام التوافقات هدنة هشة تستثمر بنودها لمصلحة ميليشيا مسلحة على حساب المواطنين غير عابئة بالمآسي الإنسانية الناجمة عن ذلك واعتقادها بأن استمرارها في التنصل عن بنود الهدنة سيمكنها من السيطرة على البلاد كافة وإعادة ترتيب قواتها العسكرية هدنة من طرف واحد ففي وقت رفض الميليشيا المدعومة من إيران فتح الطرقات واستمرار انقطاع المرتبات وعدم إيداع إيرادات ميناء الحديدة في البنك المركزي في المقابل تم تيسير نحو أربعين رحلة جوية ودخول أكثر من أربعين سفينة مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة رغم مخالفة الحوثيين للقوانين فقد حمل مجلس الأمن الدولي ميليشيا الحوثي مسؤولية أزمة الوقود المفتعلة في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها تجارب مريرة لهدنة هشة خلفت مخاوف من خطورة استمرارها مع التنصل عن بنودها ليظل المواطن يدفع السمن من قوته وحياته نتيجة التعامل غير الحازم مع الميليشيا والتغاضي الواضح عن جرائمها وانتهاكاتها التي لا تقف عند حد